السلام عليكم ورحمة الله أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير متطويلة هذه لا أعطينا شي فيديو لا أعطينا شي فاليو بخصوص التدريب بخصوص الممارسين في الرياضة الجري الرياضة التي عشقها جميعا ورياضة الأكسسية بالنسبة لبسافة للناس فالموضوع هو يتعلق بداية الموسم وكذلك السيرية فأرضو البال من السيرية بداية الموسم حاول أنكم تبدو بشوية بالنسبة لبسافة الكثير من المو المارسين في الرياضة الجري وعندما كنت أخبره وعندما كنت أخبره وعندما يتعلقون أن السيرية تريد أن يتعلقها ومعيانين ومسخصين وعندما تحطي في الأرض لا تستطيع أن تستطيع السيرية وهذا خطأ خطأ شائع وعندما تظن أن السيرية تقاصح قبل أن تبدأ السيرية الكورت بطبيعة الحالة 100-200-300-400 متر ولكن تعرف ما هو الهدف من الحصة ما هو الهدف من الحصة الهدف من الحصة السيرية هو الهدف الحويج وأنك تخدم السرعة أنك تخدم القدرات القدرات الهوائية لأنك في السباقات لا تكون الأكسجين كافي يعني الجسم تبدأ يدخل الأكسجين لا تبقى كافي فالجسم تحرق طاقة داخلية لكي تزيد السرعة هذه الفيليار هي الجزء من الطاقة التي تقوم بها الهوائي حتى لا تقوم بها ثالث هو الاقتصاد من الحياة الجري ثلاث الحويج لماذا نقوم بها السيرية القصار المياة مائتين ثلاثمية نجد أجل ونشاهده أنهم تكونوا بعد المرات في بداية البرامج التدريب ومع ذلك يتبقوا في البرنامج كامل مثلا برنامج السبع أسابيع او 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 يحسب حالك تدرب في الأسبوع كالذي يكونوا عنده في الأول من بعد لم يكن يبقى أن نضع القصار ونضع الإصان تيرفال وكل شيء يكون طويل وشيئ وكل يبقى عنده في البرنامج بطبيعة حالي إذا كانت تدرب حصاص كثير بحسب النبو كله كل يتدرب القصار من بعد يكمل طويل هذا الطويل يجعله أن يحافظ على المستوى السرعة لذلك يعمل على الأسابيع القصار وكل يبقى ما بين القصار والطويل خصوصا لأنه كان لديه حصاص كثير في الأسبوع ولكن المستوى المتقدم لأنه يجب أن يستفز الجسم أكثر لأنه عداء يكون لديه مستوى معين ويجب أن يعمل على السرعة ويحافظ عليها في الوقت أن تقرب المستوى بطبيعة الحال ويجب أن يعمل على السيريات أو تنقللهم منهم لحسب المستوى دي لكل واحد لحسب المستوى دي العداء بالنسبة للهوات ما الأفضل أنك تقرب لكمبيتسيون لا تعمل السيريات تريد أن تعملها لديهم ضغوات مثلا في الفوتينغات في الأخر في الأسبوع في الفيديو لا تنقل على السيريات أو البرامج الفيديو هي الأخطأ التي يعملها العداء أنه يجب أن تحصى السيريات عين ومسخصخة يجرى رجلي في الابست أو في الغابة أو لكي تتدرب في شيء منطقة معينة وهذا خطأ كبير كما قلت الهدف هو تعمل السيريات لكي تعمل السيريات ستكون مجدد ستكون مجدد يجرى مجدد اللجنين يتحركوا جيد لا تكون تميل ولا تكون تعاني إلا كنت تتميل وتعاني والأيدي لا تعمل على المستوى يعني تعمل حوضة أخرى والهدف من الحصة ستحرمتك رك فقط تزيد راسك التعب الإرهاق الخطورة الإصابة بالتالي يجب أن تسالي الحصة السيريات للفات وانت في دماغك أنك باقي عندك القدرات لكي تقدر مثلا تدير واحد جوج لفات أخرين مثلا يعني يجب أن تسالي مزيان ولذلك فكين واحدة سرعات مثلا المدرب ديالك أو كنت تتريني براسك تتلقى في الجداوي للتدريب تقول لك مثلا بحسب المستوى ذلك المعين يجب أنك مثلا لفة تدير 400 متر تديرها مثلا في دقيقة 10 فاللفة تدير مثلا 80 لفة تدير 400 متر في دقيقة 10 بناتوم ركوبراسيون في دقيقة يجب أن تحترم هذه الصرحة إذا كنت سريع كثيرا رد البال مثلا كانت دقيقة 10 ودرتي دقيقة 5 عربي أنك ركضي بسيط في البورن من الأول فأحاول أنك مثلا تجيب الوقت مزيان درتي دقيقة 10 وحسيتي أن الحصة تقيلة وأنها متعبة ما كنتش في المستوى يعني عالي عليك شوية فأحاول أن تضبطي تحترم على المدرب أو أنك تزيد شي شوية مثلا لك دقيقة 10 دقيقة 14 مثلا واحترم هذه الصرحة باش ما تتبليس وما تعيش بزاف لأنك تدرب دابة اليوم السيريات ولكنك رك توجد الحصات التي يأتي من بعد مثلا 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 لا تتبليس لأن أشياء كثيرة كثيرة سيكون لديك كثير يعني تمزقات صغيرة في الجسم تبدو يتجمعه تراكمات ثم تتعطيك إصابة كبيرة وتتخليك أنك تجلس واحد المدة طويلة حاول تحترم السرعة دي اللفات لا تتبعش عدائي اللي فيتينك بزاف المستوى خصوصا في فيداية الموسم يعني نحن دابة حاليا في موسم خريف دبنا ندرع علي إن شاء الله أشياءات الشمس كتولي مائلة فيتامين ديكين قشي شوية الوسترس كي يكون شوية تتزاد مع البداية دي الدراسة كي يبدو الخدمة بزاف التغييرات يكونوا في بداية الموسم يعني في شهر تسعوذ وعشرة يقدر يكون يؤثر على الكنفسيين يعني لا مورال ما تبقى لنفس المورال كما قلت يعني أشياءات الشمس كتنقص كتولي الشمس مائلة الفيتامين دي ما تبقى خدمة جيدة بحل اللي كان في الصيف يعني خارج مرحة لبريود الصيف تكون فرحان وعندك بزاف ما يدار ونهار طويل وفيه ما يدار نهار قصير جيسم تبغي نعس أكتار تبغي نرتاح أكتر مثلا أضافتي وتدريب دينا من الموسم دوس مو يعني دوس مو يعني دوس مو بشوية 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 حتى ندوزوا البريود في الموسم على حساب كل واحد التي تكون عنده كلها تكون عنده ثلاث أسابيه كلها عنده ستة أسابيه كلها عنده تتعود الأسابيه ومن بعد عدد فش تدخل بشوية بشوية نطلعه في الموسم ونطلع على البرفورمانس إن شاء الله نتمنى تكونوا استفتوا بغيتين تواصل معكم ما زال إن شاء الله نعطيه الفاليو خصوص التدريب ونعطيه معلومات ونعطيه يعني قيمة موضافة إن شاء الله بغيتين تواصل معكم نبقوا دائما الاتصال وتواصل إلا كان بعض الغياب ففقط لأن عندي بعض تغييرات كذلك في الحياة الدولي اليومية وعندي بعض الالتزامات كانت شكر كثير للناس اللي وخاكن كانت شكرا 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 السلام عليكم ورحمة الله شكرا شكرا